خلينا برضو نتكلم أكتر وأكتر عما يدور في النادي الأهلي تسلمت إدارة فرع نادي بس بالشيخ زايد ملاعب البادل اللي تم استرادها من الخارج بقرار من مجلس الإدارة ده برئاسة كابتر محمود الخطيب نهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي قام بالإشراف على عملية بقى تتشين هنا الأجهزة وتشوينها والبدء في الترتيب والتجهيز لتركبها عشان يتمكن الأعضاء طبعا من استخدامها الفترة اللي جاية حاجة أكيد متطورة وده نادي الأهلي تاني هنرجع نقول لما بنيجي نشكر في حد أما بنيجي نشكر في حاجة إحنا بنحبها بنشكر على أساس مش بنشكر من فراغ لما نتكلم عن نفسنا أن إحنا يعني من أفضل الأندية ومن أفضل الأندية مش بس في مصر ولا ولطن عارض كامل في أفريقيا ده بيبقى راجع لحاجات كتيرة جدا منها تاريخ بطولاتك ورياضات المختلفة والرانكينجز بتاعتك وأيضا المنشآت على أرضك وعدد الأعضاء اللي عندك وكل شوية أنت بتواكب التطور اللي بيحصل لما يجي تقال مثلا لأن في عندي كتير يا كريم عندها البادل والبادل دي على فكرة مش حاجة قديمة دي حاجة حديثة برضو في نوادي معينة في مصر ما يجي تكلم من أنا النادي الأهلي أنا عايز ما بيبقاش عندي حد يعلو علي في أي رياضة أو في أي شيء فأنا بروح أشوف إيه آخر حاجة بركز مع الجديد دايما البادل دخل النادي الأهلي فأعتقد دي برضو حاجة كويسة جدا ورياضة جميلة وناس كتير جدا وفيه إقبال شديد عليها في الفترة الأخيرة كل ذا حلو جميل